أتقدم بوافر الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من أجلنا ويتضمن ذلك فيما تقوم به وزارة الصحة ورجال أمننا البواسل فيجب علينا التعاون معهم والبقاء في منازلنا حفاظا على أنفسنا أدمتم سالمين السلام عليكم أتقدم أنا بدر الشعلان بكلمة شكر كبيرة في حق حكومتنا الحبيبة ووزارة الصحة لأنكم حملتم المخاطر لحمايتنا وتسهيل أمورنا وواجبنا نحن اتجاههم البقاء في منازلنا حفاظا على سلامتنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية إجلال وإكبار لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لاهتمامهم واهتمام الحكومة الرشيدة بمعالجة هذا الوباء الخطر وتحية للجنود البواسل رجال الأمن ورجال الصحة الذين هم خط الدفاع الأول لهم كل الشكر والتقدير على ما يقومون به للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وأشكر كافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم في البقاء في المنازل والالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمنع التجول حرصا وحفاظا على أرواح هذا المجتمع والشكر موصول للإخوة الإعلاميين على ما يبذلونه من جهد في تغطية التوجيهات والتعليمات في كافة المناطق وأرجو التكرم مرة أخرى من الإخوة المواطنين والمقيمين البقاء في المنازل لأنه هو السلاح الأقوى في علاج كورونا وبوجودكم في المنازل سلامة لكم ولأبنائكم وحفظنا وحفظكم الله ورفع عنا هذا الوباء أخوكم الأستاذ سليمان الناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرفع عن بلادنا بلاد الحرمين الشريفين هذا الوباء الذي حل بها والذي اشتاح العالم بأسره مما لا شك فيه أن هذا الوباء الذي اشتاح العالم قد أثر على جميع جوانب الحياة سواء الجوانب التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا في مكافحة هذا الفيروس ومنع انتشاره بين المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء وقام العاملون بوزارة الصحة بجهود جبارة وملموسة وضحوا بأنفسهم من أجل سلامتنا وسلامة بلادنا فهم خط الدفاع الأول وقد طلبوا مننا الاستجابة لهم للبقاء في منازلنا وعدم الخروج إلا للضرورة وكذلك الحال مع رجال أمننا سواء رجال أمننا المرابطين على الحدود والثغور نصرهم الله وإيدهم بنصر من عنده أو رجال أمننا العاملين في الميدان وهم كذلك ضحوا بأنفسهم وضحوا بأهليهم وبأموالهم وبكل ما يملكون من أجل سلامتنا فالمطلوم مننا كمواطنين التعاون مع هذه الجهات والاستجابة لهم وعدم الخروج من المنزل والبقاء فيه وكل هذه الجهود المبذولة تصب في مصلحتنا في المقام الأول ومصلحة بلادنا ونسأل الله أن يرفق بحامنا وأن يرفع هذا الوباء وأن يشفي مرضانا الذي يحل فيهم هذا الوباء وأن يحفظ لنا أهلينا وأصحابنا وأحبابنا من هذا البلاء المكروه وأن يبعد عننا وعن بلاد المسلمين كل مكروهنا وفتنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة وأمانة منطقة الرياض على حرصها علينا وما تقوم فيه من جهود لحمايتنا وحماية بلادنا وأحث الجميع الالتزام لتعليمات حكومتنا والتزام في المنازل لنستطيع القضاء على هذا الوباء أتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة